موسيقى رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة لأعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر لقضبية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي موسيقى وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تقلل من الآثار المترتبة على حملي رخص صيد الروبيان جراء تطبيق قرار منع الصيد بشباك الجر القاعية الكراف وكلف سموه اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برفع التوصيات الإدارية والمالية التي من شأنها تحقيق ذلك بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الحد من عشوائية سكن العمال والعزاب ومكافحة انتشارها وسط العائلات في الأحياء والمناطق السكنية وفي البيوت القديمة والأهيل للسقوط موجها سموه إلى اعتماد آلية فاعلة تحد من ذلك لما له من أثر على السلم والأمن الاجتماعي وكلف سموه وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع المرئيات والتوصيات بهذا الخصوص من جانب آخر فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ توجيهات سموه بشأن إطالة العمر الزمني للمخزون الغذائي والمخازين الاستراتيجية الأخرى كالمشتقات النفطية والمياه والأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتوجات الغذائية الحيوانية والزراعية ووجه سموه كل وزارة في بجال اختصاصها إلى رفع تقارير دورية عن الجهود المبذولة في هذا الصدد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا حرصا من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعم صغار التجار والنهوض بأوضاعهم فقد تابع سموه ما تنفذ من القرارات التي تحقق توصيات الدراسة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي رفعها بناء على تكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والتي تم في ضوئها إعادة جدولة المتأخرات من مبالغ رسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقصيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهر وتغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية حيث تكون المخالفة حينئذ على مستوى السجل الواحد وتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر عند تخطيط مناطق صناعية جديدة ووضع تشريع ينظم مكافحة التستر التجاري بما يكفل تغليط العقوبات على المخالفين الذين يقومون بتأجير السجلات التجارية وقد استعرض المجلس مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ثانيا تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتعزيز الإمكانيات للتطبيق الفعال للعقوبات البديلة وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للوزرات بوضع البرامج التي توسع نطاق تطبيق العقوبات البديلة فقد اطلع مجلس الوزراء على عدد من أنواع أعمال خدمة المجتمع المقترحة للعمل بها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تأتي ضمن برنامج العقوبات البديلة وتستوعب حوالي خمسة وخمسين محكومة ويمكن أن تتم الخدمة فيها لمدد تتراوح بين شهر إلى سنة وقد استعرض المجلس ضمن هذا السياق مذكرة لهذا الغرض مرفوعة من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وذلك بعد التنسيق بخصوصها مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ثالثا أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء وبروح الشراكة المسؤولة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى ووجه سموه إلى استمرار هذا التعاون لأبعد الحدود وتكريس العمل الإيجابي المشترك تشريعيا ورقابيا وأثنى سموه على ما أنجز خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشرعي الخامس وذلك خلال استعراض المجلس لتقرير شامل مدعم بالإحصائيات بشأن أعمال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشرعي الخامس عرضه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رابعا وافق مجلس الوزراء على توصيتين من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن قرارات وتوصيات تمسكت بها المجالس البلدية وأمانة العاصمة وأحال التوصية الثالثة المتعلقة بالبناء بالطابق الثاني فوق المرافق إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية ويأتي ذلك عملا بحكم المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم خمسة وثلاثين لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خامسا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وقرر المجلس إحالته إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية وذلك بناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سادسا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب يتعلق باستثناء بعض التوريدات من تطبيق القيمة المضافة ترجمة نانسي قنقر